استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودا عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية ضمن فعاليات زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ لتفقد مركز المؤتمرات الدولية ولتفقد عدد من الفنادق في إطار الاستعدادات لمؤتمر كوب 27 تغير المناخ أكد المحافظ أن هذا اللقاء يأتي لإلقاء الضوء على الجهود المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال مصادر الطاقة المتجددة والسخدام وسائل النقل المنخفض الكربون والمبادرة الرئاسية لزيادة الوعي البيئي اتحضر للأخضر اتكلمت على اللي بيدور في شرم الشيخ دولة في الحقيقة على مدار ساعة ونص دولة في الحقيقة واللقاء رائع وفهمه اللي بيدور واللي بيتم وإزاي شرم الشيخ بتتحول لمدينة خضراء ومش خضراء بس خضراء بعدين زكية وبعدين مؤمنة ثلاث حاجات في شرم الشيخ دولة بتتحول للثلاث حاجات دي في الحقيقة شرحنا إزاي بقت خضراء شرحنا إزاي بنأمنها إزاي شرحنا ممكن تكلمنا على الخريطة بإزاي بنأمن شرم الشيخ إزاي بنأمن المكاتب إزاي بنأمن المدوان العام الجديد اللي احنا بنعمله كل دولة تشرح بليل جميع الحقيقة الزيرة دي لجميع السفراء دول أمليكا اللاتينية بالقاهرة لها أهمية خاصة لأن احنا على وشك الانتهاء من مفاوضات ما بين أطراف لدى الجهتين في بدء تشغيل خط طيران مباشر ما بين القاهرة وسان باولو في برازيل وده من شأنه أنه هيفتح أفاق كبيرة جدا لتعميق التعاون مع دول أمليكا اللاتينية في مجال السياحة ومجال العلاقات الثقافية إلى آخره ترجمة نانسي قنقر